تستعد مملكة البحرين لاستضافة عدد كبير من المؤتمرات والفعاليات المتخصصة بدءا من الشهر الجاري وحتى نهاية هذا العام نعم ويأتي ذلك ترجمة لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 من خلال تعزيز استقطاب المعارض والمؤتمرات لتفعيل الدعم الاستراتيجي لتطلعات المملكة في صناعة سياحة المعارض والمؤتمرات مملكة البحرين الوجهة الاكثر جذبا في المنطقة لاستضافة مختلف الفعاليات تستعد لاستضافة عدد كبير من المعارض والمؤتمرات بدءا من الشهر الجاري وحتى نهاية العام ما يؤكد حالة التعافي الاقتصادي والسياحي التي تشهدها مملكة البحرين من بين هذه الفعاليات والمعارض المرتقبة معرض الجواهر العربية الذي يعتبر الحدث الابرز في مجال المجوهرات والساعات في الشرق الاوسط مع سجل حافل بالنجاحات على مدار 30 عاما وايضا ستحتضن مملكة البحرين معرض سيتيسكيب الذي يعد اكبر معرض عقاري في البحرين يجمع معارضين للشركات والمشاريع العقارية المحلية والاقليمية والعالمية تحت سقف واحد كما تستعد المملكة لاستضافة انجح المعارض في البحرين من ناحية عدد الزوار خلال العوام الماضية وهو معرض الخريف الذي يوفر عالما من العناصر والمنتجات الجديدة والكلاسيكية بالاضافة الى معرض العطور الذي يعرض اثخم انواع العطور والبخور من منطقة الخليج وخارجها هذا وسيعود مؤتمر ومعرض المنامة الصحي 2023 الى البحرين في نسخته الثانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المعدات الطبية ومرافق المستشفيات المتكاملة وايضا ستشهد البحرين النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الامن السبراني بحضور رفيع المستوى كل هذه الفعاليات اكثر ستكون على ارض مركز البحرين العالمي للمعرض الذي يتسم بمرونة ذات مستوى عالمي في التصميم والمساحات المتنوعة لتناسب كل المعرض والمؤتمرات والاحتفالات وليكون الخيار الاول لاقامة اي حدث محلي واقليمي ودولي